دعا فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ابناء محافظة حضر موت لتعزيز المكانة العظيمة التي خلدوها عن محافظتهم العريقة في ذاكرة الأجيال كمهدي للحضارة الإنسانية ومصدر إلهام في التنمية والإعمار واحترام مؤسسات الدولة ونشر ثقافة التعايش والوسطية في مختلف أنحاء العالم جاء ذلك في لقاء موسع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حضره مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي وضم محافظة حضر موت مبخوت بن ماضي والسلطة المحلية والقيادات والوجهاء والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المشاورات الحضرمية برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة وهنأ فخامة رئيس باسمه وعضاء مجلس القيادة الرئاسي أبناء محافظة حضر موت والشعب اليمني بمناسبة الأيام المباركة من شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى سائل الله أن يعيده وقد تحقق التعطى اللعات الجميع في الأمن والاستقرار والتنمية أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس والحكومة على دعم جهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن والسكينة العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين وفي المقدمة إياد الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء والخدمات الأساسية بما يليق بالدور الرائد لمحافظة حضر موت في مختلف الميادين وأشهد رئيس بالأجواء الإيجابية التي سادت مشاورات ابناء محافظة حضر موت ومكوناتهم ويهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية للنائي بمحافظة حضر موت والمناطق المحررة عن أي نزاعات بينية والتفرغ لمواجهة مشروع ولاية الفقه المترب بالصب الجميع وفق ما نص عليه إعلان نقل السلطة والأهداف الاستراتيجية لمجلس القيادة الرئاسي وأنوها الرئيس في هذا السياق بدور حضر موت السباق في مقارعة الإمامة وهزيمة قوة تطرف والإرهاب واستقبال النازحين الفرين من حرب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران كأفضل تمثيل لمجتمع الدولة والمشروع الحضاري الذي ينشده الشعب اليمني في كل مكان وأبدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي ثقته بعزيمة أبناء حضر موت في تجاوز التحديات وتقديم محافظتهم كمثال معهود للسلام وتعزيز وحدة الصف واستثمار قدراتها ومقاوماتها التنافسية لجلب رؤوس الأموال وتفعيل أجهزة العدالة وإنفاذ القانون وكان محافظة حضر موت مبقوط مبارك بماضي قد تحدث بكلمة افتتاحية حول الأوضاع الخدمية في المحافظة والدعم المطلوب من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة فضلا عن النتائج التي انتهت إليها مشاورة أبناء حضر موت في العاصمة السعودية الرياض كما أثر المتحدثون من أبناء المحافظة أسئلة منهجية بشأن مستقبل حضر موت وحقوق مواطنيها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والاحتياجات الإنسانية والإنمائية والدور المعول على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية في تدليل الصعوبات والوفاء بالاستحقاقات الملحة على مختلف الأصعدة ترجمة نانسي قنقر